حيث أكد البيت الأبيض أنه لا توجد نية لإرسال قوات برية أمريكية إلى إسرائيل عضح المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن تتوقع طلبات أمنية إضافية من إسرائيل تفاصيل هذا البيان من البيت الأبيض مع مراسلنا رامي جبر من واشنطن آلان بيكا رامي هل كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج أن توضح أنه لا نية لإرسال قوات برية أمريكية إلى إسرائيل ثم ما هي طبيعة هذه الطلبات الأمنية الإضافية التي يمكن أن نقرأها في سياق هذا البيان للبيت الأبيض نعم ياسر بالتأكيد كانت الولايات المتحدة تحتاج إلى تأكيد ذلك لأنه بعض الأطراف ظنوا أن الولايات المتحدة تريد أن توسع نطاق الحرب كما ظنوا أيضا وبسبب بعض الضغوط الداخلية الأمريكية أنه بسبب مقتل أحد عشر أمريكيا وهو عدد قابل للزيادة بالمناسبة في الهجمات التي شنت حماس على إسرائيل خلال اليومين الماضيين أنه بسبب ذلك ستدخل الولايات المتحدة هذه الحرب وربما ترسل قوات برية على الأرض بعد أن أرسلت واحدة من أهم القطع البحرية الأمريكية وهي السفينة الحربية وحملة الطائرات يو اس اس جيرالد آر فورد وبعض الطردات البحرية والطائرات اعتقدوا أن هناك سيكون تدخل بري لإنقاذ الأمريكيين المحتجزين أيضا لدى حماس بحسب الإدارة الأمريكية ولكن أرادت الإدارة الأمريكية وأراد البيت الأبيض تأكيد أن الولايات المتحدة لا تريد تورط في مثل هذه الحرب هي فقط تريد دعم إسرائيل تريد دعم إسرائيل ومساعدتها حتى تدافع عن نفسها على حد تعبير الإدارة الأمريكية ولكنها لا تريد الولايات المتحدة تنأى بنفسها تماما عن مثل هذه الحرب لأنها تعلم أنه إذا ما تورطت الولايات المتحدة في حرب كهذه فإنها ستورط أطرافا إقليمية آخرين وقد تتحول هذه إلى حرب إقليمية كل ما أرادته الولايات المتحدة من وراء إرسال القطع البحرية الضخمة جيرالد فورد حملت الطائرات كان الهدف منه كما قالت الإدارة الأمريكية في بيانات سابقة إن الهدف منه هو تحديد نطاق الحرب في غزة وإسرائيل فقط وأن لا تخرج هذه الحرب عن سياقها وأن لا تخرج عن مكانها ودعت أيضا إلى عدم استغلال أي أطراف أخرى إقليمية لهذه الحرب حتى تدخل على خط الحرب وحتى تشن هجمات تستغلها فرصة لشن الهجمات على إسرائيل فكان موقف الولايات المتحدة واضحا وأرادت إضاحه أكثر وأكثر عندما قالت أنه لا نية لديها لإرسال المزيد من القوات البرية أما عن مسألة المساعدات التي قد تطلبها إسرائيل فقد دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن فريقه إلى توفير كل ما تريده إسرائيل خلال الفترة المقبلة هذه المساعدات بالتأكيد ستكون مساعدات عسكرية ومساعدات أمنية ستتضمن بعض المعدات العسكرية وبعض الذخائر أو المزيد منها على يعني إذا شئنا الدقة هناك مساعدات تم إرسالها بالأمس بالفعل وهي ربما تكون قد وصلت الآن إلى إسرائيل ومن المنتظر أن تكون هناك مساعدات أخرى ولن تتوقف المساعدات حتى تتأكد الولايات المتحدة أن إسرائيل تستطيع أن تدافع عن نفسها بين قوسين على الوجه الأكمل طيب رامي كان بايدن قال قبل ذلك وتحدث عن مقتل ما يقرب من 11 أمريكي في هذه العملية وتحدث عن عدد غير محدود من المفقودين يعني إلى أي درجة هذا الأمر يعني يأخذ مساحة من الاهتمام في الولايات المتحدة الأمريكية دعني أقول لك ياسر أن هذا الأمر هو الآن يستحوذ على كل اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس كان الموضوع يعني خاصة في وسائل الإعلام وعلى مستوى الإدارة الأمريكية حتى المستوى السياسي ومستوى الكونغرس أيضا كان الحديث عن رفع قدرات إسرائيل على الدفاع عن نفسها ودعم إسرائيل الحليف الاستراتيجي ولكن اليوم تغيرت الأولوية تماما وأصبحت الأولوية للأمريكيين المحتجزين لدى حماس وكيفية تحريرهم وأيضا ماذا عن من قتلوا الأحد عشر الذين قتلوا وهو العدد الذي قال عنه جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في المجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض قال إنه عدد قابل للزيادة قد نسمع أيضا عن عدد أكبر من الأحد عشر التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في الحقيقة أخذ هذا الموضوع الكثير من اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية وسائل الإعلام الأمريكية التي تشتهر بموالتها للحزب الجمهوري كانت تنتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة تنتقده على صمته إذا أمقتل أمريكيين في دولة أخرى إذا أختطاف أمريكيين في دولة أخرى وأنه لم يتحرك ودللوا على ذلك بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحدث نيكي هيلي المرشحة الرئاسية الجمهورية تحدثت حتى رئيس مجلس النواب المعزول كيفين مكارثي أيضا تحدث في الموضوع بينما التزم بايدن وإدارته الصمت مما جعله عرضة لانتقادات المعارضين له من وسائل الإعلام الجمهورية ولذلك نجد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا وإدارته غيروا أولوياتهم من فقط دعم إسرائيل إلى مسألة كيفية استعادة الرهائن الأمريكيين وكيفية استعادة المختطفين الأمريكيين الذين تحتجزهم حماس أصبح هذا هو المهم وأصدر بايدن بيانا خصصه لهذه المسألة وقال إن الولايات المتحدة تتواصل مع إسرائيل وتمدها بالخبرات وتتبادل مع المعلومات الاستخباراتية حتى تستطيع الوصول إلى حل لأزمة الرهائن والمختطفين أنا أشكرك شكرا جزيلا رامي قبر مرسل القيرة الإخبارية في واشنطن